سنوات مضت على إعلان أوباما عام 2014 ضرورة إنشاء تحالف دولي ضد الأرهاب في العراق وسوريا سنوات حرب قاسية لتمزيق شبكة الموت تنتهي بإعلان العراق الرسمي نهاية الدور القتالي للتحالف الدولي فأن التحالف سنهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاقي عليه الإعلان الرسمي الذي يتزامن مع اقتراب انسحاب القوات القتالية الأجنبية وتحويل دورها إلى مهام استشارية وتدريبية أعلنه تحالف الدولي في بيانا رسمي وفق ما يخدم تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لكن الصورة الأكثر وضوحا اليوم تمثلت بنجاح العراق بأن يكون له قراره السيادي والذي أرسى هذا الوضوح بتنفيذ وعده الرسمي ذلك عندما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتحقق عملية انتقال المهام القتالية الأمريكية إلى استشارية وتدريبية ما يعني في معادلة الأمن العراقي أن أجهزته وعناصر جيشه نجح نجاحا باهرا في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي منذ بيان إعلان النصر عام 2017 ويكرس نجاحه الآن بتطوير خطته تحت إشراف قيادات الخبرة والعسكرية وبتنسيق مع قيادات التحالف الدولي التي ستعمل تحت مظلة التدريب والتمكين للقضاء التام على خلايا الإرهاب النائمة في البلاد ترجمة نانسي قنقر